يشكو أهالي وادي السير غربية العاصمة عمان من تأخر إنجاز مشروع شارع رسالة الذي يربط وادي السير بمنطقة دوار الشعب مؤكدين أن الطريق له أهمية كبيرة في الحد من الازحامات المرورية الخانقة التي تشهدها المنطقة أشار سكان مجاورون للمشروع بأن أعمال الحفر المستمرة منذ سنوات تسببت في مشكلات بيئية وصحية لهم بطول كيلو مترين اثنين يمتد هذا الطريق ليربط وادي السير وقراها بمنطقة دوار الشعب ليكون بديلا عن شارع وادي السير الرئيسية هذا هو شارع الرسالة الذي صمم بعرض ثلاثين مترا وبكلفة تقديرية تصل إلى نحو ثمانية ملايين دينار معوقات كثيرة تسببت في تأخر تسليم المشروع لعل أبرزها ما يتعلق بمشاكل تمديدات الصرف الصحي مما أدى إلى أضرار للسكان المجاورين هذا المشروع خطر جدا طلعوا خلفك هاي احنا هذا كلهم سكرينهم منسكروا من أولوا لآخروا تقريبا أكثر من اثنين كيلو كوليات وكلوا أطفال يعني طلعوا لهم فيش غطي كلهم سجدات يعني الريحة احنا أنا عندي بنت هاي عندها أزمة بطر إني أروح أسكرهم كل يوم بغطيهم بس يرجعن جرفات هاني يوم بلقين مش مغطيات منرد نحط منغطيها يعني مشكلة هاي بالنسبة إنا تصميم المشروع رأى فيه البعض مشكلة لا يمكن تجاوزها تتمثل في شدة انحدار الطريق بالإضافة إلى غياب وسائل السلامة العامة المحيطة به هذا الشارع أول شي في انحدارات الانحدارات الموجودة هي محبوظ الشارع يكون مستقيم ما فيه زوايا مخفية لأنها بتسبب حوادث وهذا الشارع فيه مشاكل كثيرة شايف منها الغفرة ومنها الآليات بتيجي عندنا هون تشتغل شوية وبتروح مشروع تقريباً إله سبع سنين إحنا أي إنسان بيعرف إنه أي مشروع إله بداية وإله نهاية هلا ما أحد بيجاوبك إنت نهايته هذا موضوع المشروع كل فترة بيكونوا الآليات موجودة فجأة بيختفوا فجأة بيرجعوا بيجي لك في موسم الشتاء إنجرفات وما إنجرفات بيغطوهم بيرجي يجي كمان موسم الشتاء كمان موسم الشتاء وهذا اللي بيسير المشروع بأكمله تنفذه كوادر أمانة عمان التي أكدت أن المشروع في مراحله النهائية والتأخر كان بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى مشكلة تمديدات الصرف الصحي راعد بن طريف المملكة عمان إذن معنا رئيس اللجنة المحلية لمطقة وادي أسير وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى دكتور عهد العبادي دكتور صباح الخير صباح أمور بكل الاحترام والتقدير أسعد الله صباحكم إذاعة المملكة إذاعتني الحبيبة من خلالكم نصبع على أخواننا المشاهديين في المملكة الحبيبة بشكل عام وواد السير بشكل خاص أهلاً وسهلاً بك معنا في صباح المملكة دكتور ليش متأخر هالمشروع؟ أول شي سيدي ننتهز هذه الفرصة موجودين في إذاعة المملكة والمملكة الحبيبة تحمل اسم المملكة الحبيبة نشكركم على جهودكم التي أثبتت نجاحكم في فترة جائحة كورونا أستاذ العزيز نحن سعيد جداً بهذا اللقاء فيما يتعلق بالمشروع اللي هو زي ما شفتوا قبل شوي اللي هو مشروع الرسالة شارع الرسالة حقيقة شارع الرسالة يعني في الفترة اللي استلمناها احنا مجلس مانت عمان الحالي برئاسة معالي أمين عمان مشكور دكتوريوس في الشواربة يعني دخل مرحلة الجدية ومن المفروض يعني حقيقة أن يكون وزي ما حكينا الأخوان المشاهدين أن يكون محتفلات جلال السيد نعيد ميرادي بشهر واحد الماضي راح يكون افتتاح هذا الشارع الحيوي الذي يربط خنبول هذا كان مفروض المفروض بدر الجديدة وواد السير شارع عراق الأمير شارع واد السير يخفف الضغوطات على شارع حسنة صوبر سوية مع شارع الملك عبدالله في دوار الشعب راح يكون الربط مع دوار الشعب اللي بدي أحكيه في هذا الجانب احنا زي ما شفت احنا المملكة مرات في جائحة كورونا كان هذا سبب رئيسي في تعطيل معظم المشاريع بشكل عام وهنا يقع العتب وانا كنت أحكي معك قبل شوية يعني ربما هذا الحكي أنا بحكيه كرئيس لجنة يعني مش ك من مسؤول عن كلامي في هذا الجانب يعني بعيدا عن ما قاله أصحاب الاقتصاد في أمان تعمل حط اللوم العتب على الصرف الصحي شبكة الصرف الصحي شبكة الصرف الصحي اللي هي تابعة على وزارة المياه والريولة دائما أحكي هذا الحكي وحكيته مسبق يعني في اللحظات الأخيرة في اللمسات الأخيرة للمشروع طلعونا بتعديل على الشبكات طبعا أنا هذا الحكي من وجه نظري كرئيس لجنة لأنه متابع من قلب الحدث يعني جماعتنا كانوا ماشيين في نظام الفرشيات في نظام الصرف تصريف المياه اللي تابع الأمان تعمان جاهز منذ زمن بعيد يعني يجهزوه في الوقت المناسب الفرشيات كانت جاهزة مصدات المياه كانت جاهزة في اللحظات عند التنفيذ في اللحظات اللي احنا نقول شهر شهرين بدنا نشوف تعبيد بدنا نشوف أرصفة بدنا نشوف جزر وسطية بدنا نشوف إنارة وجماعتنا على قدر يعني نحطوا في هذا المحك وأثبتوا وجودهم يعني مش أول مرحلة أثبتوا وجودهم في شارع نالشك قبل هذا المشروع شارع منذر المصري أثبتوا نجاحهم بتصريف مياه هائل جدا لكن في الأسف في اللحظات الأخيرة طلعونا جماعة الصرف الصحي قالوا احنا الآن في عندنا تغيير على شبكات طيب احنا عفوا المشروع صار له أكثر من 6 سنوات لكن معالي أمين عمان مشكور مدير المدينة مشكور جهاز الأشغال بشكل عام كل الكوادر في أمانة عمان مشكورة على جهودهم يعني ماخذين في محور الجدية لكن يعني سبب التأخير الرئيسي أنا من وجهة نظري كرئيس لجنة محلية المنطقة توادي السير اللي هو شبكة الصرف الصحي التأخير والبطئ وعدم الجدية طب بالعادة عمليات التنسيق اللي بتصير كيف تتم بين الصرف الصحي المياه الكهرباء الاتصالات هاي الأمور كلها بتكون المفروض تكون جاهزة قبل مدد طيب أشكرك احنا الآن في تنسيق أنا زي ما حكيت لك قبل شوي في تنسيق ما بين الإدارات المختلفة في أمانة عمان وما بين الجهات الأخرى اللي هي من شبكة وزارة المياه والرئي الصرف الصحي ما بين كمان الأخواننا في شركة الاتصالات والكهرباء لكن احنا الآن التعديل هم أصحاب الاقتصاص في هذا الجانب في اللحظات الأخيرة صار التعديل في الوقت يعني الحرج والوقت الغير مناسب احنا كأمانة عمان احنا الآن نوجه ندان الأخواننا المشاهدين ونفرقوا ما بين الصرف الصحي وتصريف المياه احنا عندنا عبارات تم تجهيزها تصريف المياه تتسع لكل الطاقة سواء الاستعابية الكاملة سواء في فصل الشتاء أو غيره بحيث أنها تسحب كل المياه العادمة والمتواجدة طبعا مع هذه التعديلات الجديدة والتأخير الذي تتحدث عنها دكتور متى من المتوقع أنه هذا الشارع ينتهي؟ أنا أمانة عمان شغالة باهتمام سوية مع الباصل السريع باهتمام معطين اهتمام خاص لهذا الشارع لكن احنا الآن في حال تجهيز شبك التصريف الصرف الصحي أنا متوقع خلال ثلاث شهور تكون أمانة عمان أربع شهور أقصى حد يكون جاهز بيكون منتع بحد أعلى قبل نهاية يعني أنا وعطيت رقم كمان أعطيت مجال أبعد ما بديش أقول أقل من هيك ممكن يكون جاهز لأننا الآن يعني والخوان على الأرض زي ما شفنا قبل شوي على الشاشة إحنا الآن بما أنه وصلت الآن المشكلة في شوارع وفتح شوارع اللي هي كيف تأسس المناسيب مناسيب الشوارع كيف تجهز تصريف المياه كيف تجهز المصدات لجوانب الشارع كيف تسحب المياه الآن نحن في الوضع النهائي الآن الأمور واصلة لمرحلة الفرشيات وتجهيز الخلطة أسفلتية يعني أنت هاي المراحل تعتبر المراحل النهائية تكون انتهى المشروع واحدة من نقاط اللي تم الإشارة لها في التقرير موضوع الانحدار بتم الحديث عنه فيه انحدار كبير في الشارع بشكل بشكل ممكن يكون يعني بدي أستخدم الكلمة السليمة ممكن ما يكونش آمن سيدي بشكر للناس ما فيش مصدات ممكن تكون موجودة أو الطبب عرفش ايش اسمهم الحواجز والجدران عين النمر ومش عين النمر أمور ما تتعلق بالسلام العام سيدي أنا بشكرك أنا في هذا الجانب يعني أول شي بتوجه بالشكر إلى معالي أمين عمان بشكل عام لقطاع التخطيط لأنه يعني كان في أنا كنت باللجنة اللوائية تم منح خصوصية لهذا الشارع أول شي ما يتعلق بالإسكان لارتفاع 26 متر مسموح لأصحاب القطع الموجودة على جوانب الشارع البناء لغاية ارتفاع 26 متر بسبب طبوغرافية أو جغرافية الموقع اللي هو يسلك الشارع الآن ما يتعلق يا أخي الفاضل أنا ما بديش أعطيك رقم لكن تم تخصيص ما يقارب 2 مليون دينار اللي هي تقريبا مصدات لجوانب وحواف الشارع اللي هو بطول 2 كيلو متر الآن هذه الأمور تم السيطرة عليها المياه الأمطار بالإضافة إلى تصريف المياه الآن موجود عبارات تحت الشارع رايح تكون تسلك وتسحب أكبر كمية ممكن من المياه اللي نازلة من خنقول الجبل الكرسي ومن جبل الجندوي ان شاء الله يعني زي ما حكيت من هون لأربع أشهر بحد أقصى بيكون المشروع انتهى بعد هذا المشروع شو نستنى بإرادة الله سيدي نحن الآن طبعا نحن حكينا قبل شوي ما هي أهمية المشروع المشروع هذا سيدي هو المشروع رقم ثلاثة عنده في ود السير مشروع السياحي في عراق الأمير تم إنجاز مشروع منذر المصري في العام الماضي الآن المشروع هذا طبعا اللي هو الغاية والهدف منه اللي هو تخفيف الضغط على قصبة ود السير شارع حسن صوبر شارع ود السير شارع عراق الأمير تخفيف الضغط للأخوة القادمين من بدل الجديدة ومن البلقاء تخفيفهم على وسط العاصمة من إنجاز التعبير الآن نسلك طريقنا باتجاه شارع الشعب دوار الشعب شارع الملك عبد الله نخفف الضغطات على شارع رشيد بيوك نخفف الضغط على شارع رادع النب ما بعد هذا المشروع إن شاء الكريم نحن الآن بس ينجز المشروع سيكون لدينا استثمار على هذا الشارع زي ما قلت لك قبل شو نعطيناك خصوصية سيكون فيه دراسة تنظيمية شو المهنة التي ستسمح على هذا الشارع طبعا نحن لم نجد عشوائيات وبعدين نصير نصلح بعد ما يقع الفاس بالرأس أخطاء يصعب تعالاجها الآن فيه توجه يعني أنا كنت مع معالمين في هذا الجانب إنه هذا الشارع بدنا الآن أعطوه جانب خنقول تنظيمي ما يتعلق بالسكن شو المهنة المسموحة المحلات اللي رح تكون المحلات اللي رح تكون نحن الآن فيه كمان شو ركام معنا في هذا الشارع في عندنا قطعة أرض للوزارة الأوقاب ما يقارب 75 دلم شو التوجه اللي رح يصير عليها فإحنا الآن ما بعد هذا الحكي إحنا الآن المشروع بس يجهز طبعا رح يتخلل جزر وصدية مصدات سلامة عامة فيه إنارة رح تكون موجودة يعني إحنا كل هات الطواقم تحت سيطرة وتحت التجربة وتمن يعني ثبات وجودهم أخواننا في أمانة عمان وأكبر دليل شارع نالشيك خلال 45 يوم كانوا زارعين الشارع بطول حوالي كيلو 700 متر إنارة كاملة للمسربين الله أعطيكم ألف عافي بدأ أشكرك جدا دكتور على كل هذه التوضيحات دكتور عهد العبادي رئيس اللجنة المحلية لمنطقة وادي سير وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى كل الاحترام كل الاحترام لذاعتنا الحبيبة شكرا شكرا